للمتفرجين او المشاهدين في مونديال بتاع قطر سنة اللي جاية بتقول لكم مفاجآت مهمة اوي انتبهوا قالت ايه اه دي الشركة معنية حضرتك رايح حاجز تذكرة فرج على ماتش اه بتقول انه بتحب تشرب كحليات متاح في الفندق لا في الملعب في الملعب يا جماعة ده بلد اسلامية وفي الملعب وقدام اه متاح اه سيتم تخصيص صلاة داخل الاستادات وهذه الصلاة حضرتك تدخل الصالة الفلانية صلت اللولوءة مثلا اه في استاد اه بيتتسع لثمانين الف متفرج هتلاقي حضرتك وداخل في هذه الصالة هتلاقي الناس يزبطوك اه يزبطوك بالضبط كده زي بمعنى الكلمة يعني عايز تحتسي اي نوع موجود اه من غير ما اتكلم في التفاصيل يعني حضرتك كل الانواع الفاخرة موجودة وهتلاقي ناس كده يعني لبسين لبس زريف جدا بيقدموا لك الخدمات اللي حيك عايزها بالكمية اللي انت عايزها طبيعي وانه اه 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 هذا الامر مسموح تماما في قطر شوارع وفي قطر اه اه مطشاط يعني وانت تسير في قطر في توقيت كأس العالم تحتسي ما شئت افعل ما شئت اذا هم سمحوا اه لو فيه اتنين يعني استغفر الله العظيم شواز عايزين يروحوا يتفرجوا يبقوا مع بعض يعملوا الحكاية دي مسموح في قطر وده كان من بين القرارات اللي قطر وامير قطر وقع عليها لاصطدافة كأس العالم كان ده شرط الخمور والشواز والمثليين وغيرهم ييجوا ييجوا يبقوا موجودين ويمارسوا حياتهم وحريتهم زي ما هم عايزين كأنهم في اه اي دولة اوروبية او امريكية او غيره او غيره او اي دولة يعني غير عربية يعملوا ده تركيا فيها الكلام ده عادي تركيا عادي فيها كده يعني قطر هتوبقى زي تركيا مثليين عادي جدا اه شرب وكحليات وكحول وغيره وغيره عادي جدا في شوارع وملاعب قطر تصديف كأس العالم لا تنزعج من اللي انا بقولهولك لا ده رسمي الشركة النهاردة اعلنوا الكلام ده اعلنوا بالشكل واضح في بيان ليها وقالت انك اي حاجة انتو عايزينها الخدمات اللي احنا بنطلقها موجودة والناس يتمكنوا من الشرب وعددتهم وحاجات كلها موجودة فيش اي مشاكل في ده ومحدش يقدر يمنعك ومحدش يقدر يوقع عليك عقوبة لانه ده شرط من بين الشروط اللي وقعت عليها قطر لانصدافة كأس العالم كل استاد فيه صالة مخصصة لده وخارج الاستاد تستطيع تشرف في اي مكان في قطر يعني تاخد الحاجة بتاعتك والتماشي كده ما فيش حد هيقولك بتعمل ايه عشان بس تبقى عارفين يعني يعني قطر فيها مطاعم بتعمل ده وفيها حنات بتعمل ده وبتبيع الحاجات دي طيب لا النهاردة بكلمك على بشكل عام اصبح الموضوع مباح في العلن متاح لا يتعرض لعقاب يعني فنادق موجود لكن بكلمك الوقت بقى ملاعب موجود شوارع موجود فنادق موجود طبيعي لكن بكلمك النهاردة اصبح متاح للجميع للعامة لأي حد بدون اي تعرض لأي عقاب قانوني لانه كأس العالم ده من ضمن الشروط مع اي حاجات اخرى تبقى موجودة في قطر حبيت بس ايه يعني اللي عايز يسأل من اللي هيبقوا موجودين هناك او الله اه ديت مثلا هتكون من الحاجات مسموح ورينة دي معلش وانا قلتلكو الخبر ده وقلتو في وقتها مسموح بالكلام ده ايضا ده مش العالم بس ده هم الاشخاص نفسهم ما ده من ضمن الحاجات اللي قطر وفقت عليها مثليين وشواز وغيره موجودين وعالمهم يرفع عادي جدا ما تقدرش تاني بقولك هو عادي يورو نيوز عاملة واحنا وقتها قولناه لانه كان اتفاق رسمي ما كانش حاجة سر قولناه الكلام ده يمكن اكتر من سنتين لكن هما لسه نشرينه السنة اللي فاتت في ديسمبر الماضي فاذا كل ما هو محرم حلال في قطر حلال كل ما هو مجرم حلال في قطر في كأس العالم المهم يعمل كأس العالم بغض النظر عن ان انت يعني عادتك ايه وتقاليدك ايه ويدينك بيقولك ايه وبيمنعك من ايه وبيحرم عليك ايه لا لا قطر لا تعترف بهذا الامر عندوش هو مصلحته اولا اخوان هو مصلحته اولا كل شيء مباح وكل شيء ينكشف ويبان نروح الى سيد عبد الرحمن مطروح اعمار وتحية مصر ما الذي حدث ماذا قال